أهلا وسهلا فيكم ببدويترايد سعر البيتكوين معرض للحطر لسببين بدنا نحذركم من تلاعوا بعض الأشخاص المعروفين بالمجال وكثير أخبار مهمة عن عدة عملية رأمية مثل معاواتكم أنا يوميا بنالكن آخر أخبار لكريبتو لايك ونسبسكراب للشانيل خلينا نبلش أهلا وسهلا فيكم ببدويترايد البيتكوين بعده بمناطق كثير جيدة شفنا صعود مبارح مساءً للـ 42,140 ورجعنا ارتدينا ضغري للـ 41,600 الصعود اللي عم نشوفه عم بيجرب يصعد البتكوين ولكن دايما عم بيواجه صعوبة لسببين أساسيين يلي حكينا عنهم أكتر من مرة سبب الأول هو قوة الدولار الأمريكي إذا بتطلعوا على ديكسي أو الدولار إندكسي اللي أنا حكيت عنه لنا فترة عم نشوف الصعود بالقوة الدولار الأمريكي لازم ينكسر هبوطاً حتى نكفي للأصول الخطيرة تنتعش وتكفي صعود طالما قوة الدولار الأمريكي صعود هالأمر سلبي إذا منتطلع بآخر فترة أصيرة إذا منحط تريند لين عندنا قوة الدولار الأمريكي كسرت كأنه تريند الهابط صعوداً إذا عم نحكي عم نتطلع من أواخر السن الماضية إذا منتطلع على مجال أبعد أكيد بعدنا بتريند هابط ولكن بدنا ضروري قوة الدولار الأمريكي تهبط أكتر هيدا الأمر بيكون إيجابة للأصول الخطيرة أهم البتكوين والكريبتو الشغلة الثانية اللي عم نشوفها هي البيع تبع جي بي دي سي جري سكيل بيتكوين تراست أحد أكبر حاملي لبيتكوين وهلأ فتح الـ ETF تبعه عم بيبيع كميات كتير كبيرة من البيتكوين بشكل دائم إذا تطلعوا على هذه الصورة من وقت افتاح الـ ETF اللون الرمادة هو غري سكيلز بتشوفوا قدية نسبة البيع اللي عم بيفرجين إيها دايما يعني الأصول الثانية والـ ETF الثانيين عم يشتروا ولكن غري سكيلز عم بيبيع بكميات كتير كبيرة بآخر تقريبا خمسة أيام صار بيع بقيمة 2.2 مليار دولار بيتكوين هلأم هلأ كتير من المستثمرين هن بدون يبيعوا لأنه حاملين لهم زمان هيدا أمر بيعمل ضغط بيعي وكتير منهم بدون ينقلوا عملاتهم على منصات مثل بلاك روك وغيرهم ليه لأنه العمولة تبع غري سكيلز كتير مرتفعة تبع المعاملات بينما البقوي كلهم من العمولة أو الرسوم تكلفتها أقل بكتير شوفي لهذا السبب بين عم نشوفه لكن قيمتاً لاحيخلص في بيع كتير كبير بعده عم يجي من بلاك روك وعم يطغى على كل الشراء الشركات التانية عم تشتري ولكن مش بالسرع اللي عم بيبيع يعني كل مرة ملاقيه بيبعت بقيمة 500 مليون دولار اللي هي نصف مليار دولار على بيتكوين على المنصات لا يبيعه هيدا كميات كتير كبيرة وعم تعمل ضغط بيعي هول أمرين ضروري ضروري نضلنا مرأبينهم شعال التالي اللي لازم نشوفها هي هايمنة البيتكوين على السوق إذا شهدت صعود العملات البديلة اللي حتى نشوف نزيف فيها طالما هي من خفضة هيك اللي نحن نشوف الارتفاعات بالعملات البديلة وهيدا اللي بدناية غير هيك هلا من ناحية إيجابية الشغل اللي واقفة معنا هي جيم كريمر جيم كريمر طلع مرة تانية من تسعة ساعات وقال لبتكن على الأرجح ملحتوه ده هون يعني عم بيلمح إنه ملحته ده هون لح تهبط أكتر أنا عملت له ريتويت وقلت له شكرا يعني عم بشكره كل ما يحكي هيدا وبإذا قال لبتكن معقول تهبط يعني على الأرجح لحنلاقي صعود أكيد من النصيحة السمرية ولكن مؤشر مخيف غير هيك التصفيات مجرد ما نشوف هيك عم نشوف تصفيات كتير كبيرة للشورتس واللونجز لأول مرة مبارحة شفنا الصعود كانوا الشورتس عم بكم تصفيتهم أكتر من اللونجز وقت هيتم تصفيت الشورت السعر بيع له ولكن رجعنا بأخر 24 ساعة شو صار عدنا شفنا اللونجز عم بتم تصفيتهم رجعنا بكمية أكبر 117 مليون دولار لونجز مقابل 64 مليون شورتس يعني بعضهم اللونجز تغيين بشكل عام اللي عم بتتم تصفيتهم على الصورة سعفوا ما بيانتهم مثل ما نكون شايفين غير هيك خلين نحكي عن غير أمور بيتكوين ماينر أحد معدنين البيتكوين هات ايتش الأسهم طبعه بتنخفض 23% حتى بتنخفض أكتر بكتير عالعقب اتهمات انه عم يعمل شورتسالينج يعني عم يعمل شورت للسوق ليبيعوا ويعمل أرباح يعني عم يجرب يتلاعب بالسوق خاصة شركة معدنة مثل هاي شركة عندها سيول كبيرة بيقدروا يلعبوا بكميات كبيرة تم اتهموا عالعقب بالأمر شفنا هبوط كبير بأسهم الشركة صراحة لازم نشوف هبوط لننخلص من العالم السيئين إذا كان عم يعمل أمور سيئة البتكوين نرجع شوي على البتكوين قبل ما كفي عن العملات البديلة إذا شفنا ضروري البتكوين يحمي منطقة الأربعين ألف المنطقة هي ما بيقولولها منطقة نفسية العالم إذا كسرت الأربعين ألف نفسيا بيصيروا يقولوا أوكي هلأ لازم ضروري ننزل أكتر أربعين ألف هي مركز نفسي كتير مهم ما بدنا نكسروا إذا كسرنا المناطق الثانية يعني معقول ننزل حكين بهالموضوع قبل أنا رأيي ثمانية وثلاثين للأربعين هاي دي المناطق اللي نوصلها بس في احتمال نوصل الأقل حسب شو بيصير معطيات شو بيصير بالأسواق دي بتبيع إذا الدولة الأمريكية عملية ماونت جوكس بيعتهم لازم نكون مفتحين ما حدا بيعرف بالغير ما حدا بيعرف مية بالمية شو اللي حيصير ولكن نحن بدنا نحضر للسيناريوات كلها بي رح قلت لكم إذا شفنا انخفاض ضروري نكون محضرين عملات ضروري نكون محضرين ليستة عملات أو استثمارات نحن بدنا نعملها إذا وصلنا لأسعار معيني لأنه بعض الهبوط هيدا بدنا نوصل لمحال لح توقف بيع الضغط البيعي الكبير لح يختفي وهالشركات المؤسسات عم تشري بعدها بكميات يعني لح تقلب بدل ما نكون عم نضلنا منخفض وبيع أكثر لح يصير الشراق ما لح يكون في عدد كافي بالسوق لحتى يشتروه يكون في سبلاي شوك ما يعرف بالسبلاي شوك يعني العرض أقل بكتير من الطلب وكمان خاصة إذا جاي وقتا يجي البيتكوين هافين كل هالأمور معقول تكون إيجابية جهزوا حالكم من هلأ حطوا خطة أنا لح أحضر كام فيديو قريبا جدا على الكابس الكبيرة العملات اللي مع ماركت كاب عالية اللي فيها أمان أكثر شوي من غيرها بدي حط أمور خطيرة شوي كمان بدي أعمل اثنين بورتفوليو لفرجيكن إيهون وانتو بتعملوا دراستكم الخاصة مانا نصيح سمريا عم إلا حقلكم أنا بشو عم بنظروا على شو عم ركز عملات ماركت كاب قليلي وعملات ماركت كاب كبيرة اليوم كم بدي أعمل لايف تاني لأعطي الميتان وعشر دولار للمجتمع وزعها خلال بنج اكس ولكن بسيل قال لي خلينا نسجل الفيديو وبعرضه بعضين بكرة بعمل لايف شومي بالمية ووزع الميتان وعشر دولار ضروري إذا بهمكم أمر تدخله اشتركوا بمنصة بنج اكس الرابط تحت منصة بنج اكس الجيد تبعا أنه فيكن تداولوا أسهم وفيكن تداولوا كريبتو عليها فيكن تداولوا حتى ذهب وغيرهم هي سبونسر القناة حاليا خلينا نحكي عن غير أمور نروع العملات البديلة إنجكتيف عم تروح من قوة لقوة كلنا بنعرف عملة أوندو فينس تم إطلاقها مؤخرا أوندو فينس أنا حكيكم عنها من أكثر من سنوص عام الفيديو وهي أحد العملات اللي نطرة كانت للعالم الحقيقية أوندو فينس برأيي مشروع كتير قوي فيه حكي أنه معقول كتير بلاكروك تكون الداعم الغير الرسمي له هلأ عملوا شراكم مع إنجكتيف بروتوكول مرة تانية إنجكتيف عم نشوف شغل كتير كبير فيه كل كوزموس إيكو سيستم إنجكتيف هلأ كمان عملوا تطوير جديد هالتطوير خليهم يصيروا أحد أسرع الشبكات إذا بتلاحظوا بسرعة وتكاليف إذا تمتط به أكيد بيصير من أسرع الشبكات والتكاليف تبعه لحد تكون من أقلهم يعني بده ينخفض هو قليل التكاليف تبعه المعاملة سفر فاصل سفر سفر واحد ثلاثة بده تصير سفر فاصل سفر سفر ثلاثة عم تخيلوا قدي لح تنخفض يعني كلفة المعاملات لح تنخفض عدد المحافظ عم بيزيد عم نشوف تبني عم بيزيد يوم بعد يوم على إنجكتيف بروتوكول الكاش نفس الشي هلأ عم بيعمل جولة عم بيمول بقيمة خمسة مليون دولار جي بي يو على الكاش يعني عم بيحاول أكتر وأكتر الكاش هو قوة حسوبية يعني وقت يموّل الإدراض طبع جي بي يو يعني عم بيسرع عم بيجيب بروسسنج باور أكتر هالشي لح يخلي عالم أكتر تبلش تستخدمه مثله مثل رندر تقريبا أنا بعده أكاش على الكوزموس إيكو سيستم الكوزموس إيكو سيستم عم بيمفجر النظام البيئي طبع كوزموس آتم عم ينفجر بشكل كتير كبير لح نعمل اليوم الفيديو لح صوره أنا وباسل باسيل عفوا عن عشر جواهر كوزموس بماركت كاب أقل من مئة مليون لح شرككم بي هاليومين اللي جايين بس اليوم التصوير لح نصوره بعد شي كم ساعة أنا وباسل أكيد لح نقلكن يا قريبا جداً غير هيك شفنا عملي مشروع جديد اسمه روت بروتوكول بيجمع عشرة مليون دولار بسيد فاند عطيه فاليوواشن إيميس و إيميت مليون صراحة أنا عم رائب هيدا المشروع مشروعك مدعوم من أني موكا براند وفي كتير عالم عم يحكوا عنه غير هيك ساقة، الأيردروب طبع ساقة كتير عالم عم تحكي عنا فيه هلأ لح يمتد على عدة عدة شبكات مش لح يمتد على سولانا، أفلانش، إثيريوم، بوليغون يعني عم نشوفه أكتر و أكتر هيدا أمر إيجابي جاستن سان، تعرفوني أنا ما بحبه لجاستن سان بالمرة وكل شيء الليه علاقة فيه أنا بيهرب منه هلأ عم يشوفها هيج تي اكس المنصة تابعه هو بإزمان غلطان هيج تي اكس داو، عم نشوف دايما في المحاولات محاولات خرق، محاولات يعني منلاقي دايما خرقات أو محاولات خرق أو هيج تي اكس هو بيغيره يعني صراحة ما بعرف هالأمور هل هي عدم كفاءة ولا أنه فيه أمر معين عم بيصير صراحة ما بعرف أنا شخصيا مني من محبزي جاستن يمكن عم بظلمه ولكن أنا ببعد عنه بكل شيء الليه علاقة فيه أكتر من مرة إيلا، منا دفاعا عنه، منا هجوما عليه ولكن ما بعرف ليه عندي شيء اللي تثقى فيه لسبب معين، ما بعرف ليه، ما بقدر أوثق فيه وبعد عن كل شيء عملت فيه هذا الشيء يعني أنا عم لكم أنا كيف حس ما عم لكم هالشيء هو عم يعمل شيء غلط ولكن حاسس إنه كأنه إلو إيد فيه عم يعمل أمور يتهرب منه، ما بعرف يتهرب منه الضرائب، فيه أمر ما نهو ظابط، ما بعرف غير هيك زاك أكس بي تي زاك أكس بي تي بيفضح كثير عالم على الأمور اللي بيعملوها حكي عن ساتوشي في أم كثير عالم كانوا عم يحكوا عنا خاصة من من الانفلونسرز الأجانب شكلهم كانوا كانوا عم بيصير في تلاعب عم يقبضوا مصاري عاملين تلاعب كبير وعملوا دمب نزلت العملة تم إدراجه صعدت تجارة نزلت تسعة وتسعين بالمية عدة عدة أشخاص يعني هني اعترفوا بهالأمر هيدا أحدهم ثورها هارفستين يعني كثير عالم هو طلع وفضحهم صراحة أنا لحظت هالأمر هو اليوم طلعه أنا لحظت هالأمر من قبل في أمور يعني علمات استفهام غريبة كانت على هيدا المشروع وأنا شرك كوني بالملخص اليوم مبارح إذا 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 شفتوه قلتلكم أنا بالمشروع كتير حاول المؤثرين اللي كربتوا المشهورين على أكس يعملو له فومو ويضخوا عملوا إطلاق على SAVM على يونسواب وفي خمس ميلكين بيملكوا ستين بالمية من العرض شكلهم أغلبهم بيع على على المجتمع زاك أكس بيتي فضحهم شخص معروف يعني تحقيقاته لازم يكفي فيها لأنه بيفيد المجال بشكل كتير انتبهوا دايما على المعروض العملة مين بيحملها إذا أشخاص قللينين بيحملوا كمية كبيرة هيدا بيعمل خطر كبير كتير غير هيك بدنا نحكي عن أحد اللي بنوك بأميركا بجته عقوبة أو فاين غرامة بقيمة 249 مليون دولار مينوة لا أحد غير مورغن ستانلي الساك عمله هلأ لو كانت شركة كريبتو كانت قامت الضني وقعدت وكل العالم ما ميحكوا عمه أنا ليه عم بفرجيكم هيك لأنه عم يعمل أبيوزنج للماركة عم يتلاعب بالماركت عم يربح مليينه من معلومات خاصة يعني عم يعمل أمور ضد المستهلك هالأمور مش بس بتصير بالكريبتو بالأسواق التقليدية بتصير كتير جاي بي مورغن من أكتر اللي بنوك اللي بتتم تغريمه على أمور ولكن الإعلام ما بيحكي عنا الشاطرين يقولوا بس الكريبتو فيه نصب صح الكريبتو فيه نصب بس اللي بنوك نصب منظم يعني اسألوني أنا لبنوك يعني أكبر عالم نصب بالعالم هي لبنوك بس ولكن منظمين لدرجة معينة الكريبتو أكيد فيه لأنه مش منظم النصب على درجة تانية ولكن لبنوك نفس الأمر بيصير فيها غير هيك فيتشين تم خرق أكس حساب أكس تابعون أو تويتر سابعا ولكن قدروا يستردون إن شاء الله ما تكونوا فقستوا على ولا رابط على على كناة فيتشين أو على تويتر فيتشين سو رجاء أن يرجو الحذر هذا كل شيء أنا عندي إلى اليوم إن شاء الله مبسطتوا بالفيديو إذا مبسطتوا عملوا لايك عملوا سبسكراب للشانل أنا بشوفكم قريبا جدا بفيديو جديد فيديو باسل عم صوروا اليوم وبكرة لحعمل مباشر معكم وزع العملات إذا بيهمكم الأمر استخدموا الرابط تحت لتعملوا اشتراك مع بنج اكس وكل أسبوع لحوزع تقريبا 200 دولار على المجتمع مرة ثانية هذا كل شيء أنا عندي إلى اليوم بشوفكم أيبا فيديو جديد وماركت أبديد جديد شكرا للمشاهدة